السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير على خير. اليوم ان شاء الله هن نقدم لكم تشيز كيك سخار في المول ديال كبكيك. نحتجوه في المقادير. عنا هنا مئة وتسعين جرام ديال ديال البيسكوي. وطحنتو. هذا البيسكوي هو هذا بيسكوي ماريا. ما طحنتوش يكون منية لانما خليته شوية مهرمش شوية. عندي هنا ثمانين جرام ديال زبدة مدوبة. نخلطو الخاليط. تكا تنسيته كيتغلف قاعدة ديال بيسكوي بديك الزبدة. نجيبو ديال ديال كابكيك ديالنا. نضعو في هاد القوعتات ديال مادلين. وكان نضعو البيسكوي في القوعتات ديالنا في التحت. ونحاول ونبسطوهم على هاد الشكل. نقدوهم زيان من التحت. اخي واحد يجمعي لقات صغر. ونستمرو على الطريقة تكن سالي وقاع الكمية اللي عندنا. من بعد مسالين الكمية ديال البيسكوي اللي عندنا وعمرنا ديال قوعتات. غلفتهم السلوفان وندخلتهم المجمد باش يبردو لنا. مقادير ديال الكريمة كنحتاجون. اه مية وعشرين جرام ديال الكريمة. ستين جرام ديال سكوار غلاسي. سقيل. عندي هنا اه ميتين جرام ديال جبنة جبنة الكريمة. وعندي جوجيا غورت. طبيعي كريمة. وعندي هنا اه ميتين جرام ديال الخوخ. الكولي ديال الخوخ. الخوخ اه قشرتو وطحنتو ببحدو. وصفيتو. ممكن يكون على الشكل عندي ميتين جرام. كنوضعو ديك الجبنة اللي عندنا جبنة كريمة. جبنة كريمة. على الشكل. كنوضعوها في شي بول فاش غنخدمو. كنجيبو تضرب ديالنا كنضربوها واحد شوية على الشكل. تاك نحلوها. كنوضعو دوك الياغورت جوج ياغورت. طبيعي طبيعي. بدون سوكا. من الاحسن يكون اه ياغورت كريمي. هادي النوعة هادا. كنضربو. كنعودو نضربو. كنضيفو ذاك السكوار آآ سكوار اللي عندنا. سكوار غلاسي. من بعد كنضيفو ذاك الكولي ديال ديال الخوخ. هنا عندي هنا ميتين جرام. بالاحسن اه البنت اه انا ما دلتش هنا لجيلاتين. انما من الافضل تديرو لجيلاتين. ما دلتش لجيلاتين كت اه كتطلق لي الكريمة. اللي كنخرجها من المجميد كتطلق. من الاحسن ديرو تلاتات اه تلاتات الاوراق ديالها جيلاتين. كنرطبوهم شوية في الماء و كنسخنوهم في شي اينا صغير فاق النار. تكيدو بو كنضيفوهم على هاد الكريمة. هنا كننزودك مية وخمسة وعشرين ميلي لتر ديال الكريمة. وغنضربوها. نطلعو الكريمة ديالنا بتدرب. على هاد الشكل. كنضيفو ديال الكريمة اللي دربنا. هنضيفوها على على ديال الخالد ديال ديال جوبن كريمي مع ياغور طبيعي والكل ديال ديال الخوخ. كنضيفو عليهم هاد الكريمة اللي دربنا. وكنخلطو شوية بشوية. بتاكين ساج من الخالد ديال. نحاولو ما نخلطوش بسرعة. نخلطو شوية بشوية بشوية. باش منطيحوش ديال الكريمة اللي طلعنا. بالاحسن بالاحسن نوضعو معها جيلاتين. أنا جربتها بلا ما ندير ليها لجيلاتين. ساعة كات الدوب طغية. بالاحسن باش تشد لنا ديال الكريمة وتكون شدة فرصها. ما تدوبش لنا. كي جيت شيس كيك رائع. مغزال بنين بالساف. إنما أخذتكم اللي بنا تدعو معها لجيلاتين. ضروري لجيلاتين. أنا جربتها بلا لجيلاتين ما جاتني كالدوب طغية. مليك نخرجها بالمجميط طغية كالدوب ليها. طيب من بعد ما خلطنا الكريمة ديالنا التنسج مزيان. هي هادي. جبنا المول ديالنا من من المجميط. مغطيته بالسلفان باش ما تتخلش لي ريحة ديال ريحة ديال المجميط البيسكويت ديالنا. صافي كان نضعو الخالي ديال الكريمة ديالنا فتوك القويطات. فوق من البيسكويت. على الشكل. كيجيو تشيز كيك رائعين فرديين. كيجيو زوينين مزاف. لا في ديالهم ولا في المدق ديالهم. وساهلين ما فيهم ما فيهمش بزاف ديال الخدمة. من بعد ما خرجناهم من المجميط. آآ طحنت الخوخ ديالنا وزيت عليه واحد الورقة ديال اللي جيلاتين سخنتها. وزيتها على هذا الكولي. وكان وضعو واحد المعرقة على هذا الشكل. الزين كل واحد كي يزين كيف يبغى. أنا زينتهم بهذه الطريقة. تحنت الخوخ. وصفيته وضعت ما واحد الورقة ديالها جيلاتين. كان وضعو فوق من 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 تشيز كيك ديالنا. كان وضعو واحد المعرقة ديال ديال هاد الخالي ديال الخوخ. وكان زينوهم بطريفة ديال الخوخ ولا. على هذا الشكل. يجي رائعين وسهلين في التحضير. ان شاء الله كنتمنى تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. ومع السلامة الى فيديو قادم ان شاء الله. اشتركوا في القناة